السلام عليكم في يوم 4 مارس شركة ZTE أعلنت عن موبايل ريدمي ماجيك سيكس برو وشركة ريلمي أعلنت برضو عن موبايل ريلمي جي تي 5 جي وجد بقى فوقيهم شركة شاومي ردت عليهم بخمس موبايلات وهما ريدمي نوت 10 ونوت 10 5 جي ونوت 10 اس ونوت 10 برو ونوت 10 برو ماكس يعني نقدر نقول اليوم دوت كان يوم مدعاكة بنسبة للشركات وطبعا أكتر بنسبة لمقدمين المحتوى التقني على يتيوب لدرجة ممكن أعود خمسة أيام عبل ما خلص كل دوت وفي الحلقة دي هنبدأ بموبايل شاومي ريدمي نوت 10 برو علشان يعني جايبهم مواصفات قويسة جدا وصد السعر ويعتبر أكتر موبايل هياخد شعبية بس قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال سبلي في التعليقات وأنا بإذن الله هرد عليك ومستني كمان هشوف رايك في التعليقات عن الموبايل ومن غير ما أطول عليكم تعالوا ندفعون دول الحلقة أول حاجة هنبدأ بيها كالعادة هي هيكل وخامات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بتول 164 ملي متر وعرض 76 ملي متر وسمك 8 ملي متر وبوزنة في حدود 193 جرام وضهر الموبايل هنا هيجي مصنوع من الإزاز مع فريم من الألمونيوم مع وجود أربع كاميرات خلفية وفلاش لد في ضهر الموبايل وبدعم تركيب شرحت نوت تصار من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل التاني والتالت والربعة وبدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالموبايل هنا هيجي بصوت استيريو أنا أشغلك صوت مجسم وعالي ودي طبعا حاجة حلوة لما منشوفها في الموبايل في فيلمة وسطة وبيجمع مارية IP53 ودي تعتبر مقاومة للغبار ورصاز الماء ودي بتبقى موجودة بسبب التقفيل بتاع الموبايل بيكون كويس بيحاول يعني يصلحوا العيوب اللي كانت في شاوم ريدمينو 9 برو اللي كان بيسمح للطراب ان هو يدخل في الكاميرا الخلفية وبنسبة لي عن المصافات الهيكل دي فأنا شايفها ممتازة جدا الظهر من الإزاز مع فريم للألمونيوم وبيجمع مارية IP53 وبرضو شكله شيء جدا فأنا شايف الظهر ممتاز وبنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع أموليد بمساحة ستة وسبعة من عشرة بوصة بدقة 1080 في 2400 بيكسل يعني فورتش دي بلس بأبعاد عشرين إلى تسعة بكسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة والشاشة داية بتيجي بكوة إضاءة 1200 شمعة يعني هتديك إضاءة ممتازة جدا تحت الشمس وبتدعم تقنية الـ HDR10 وبتيجي بمعدل تحديث عالي اللي هو 200 هرتز وبيجي عليها كمان طبقة حماية من نوع جورلا جلاس 5 والشاشة داية بتستغل 85% من واجهة الموبايل الأمامية وبنسبة يعني كتقييم للشاشة داية فأنا ممكن أديها تسعة من عشرة علشان يعني نوع شاشة أموليد ودقة الشاشة كويسة اللي هي Full HD بلس وبتيجي بمعدل تحديث عالي اللي بيوصل لـ 120 هرتز مع تشابع الألوان الـ HDR10 وده كله مع شاشة أموليد وغير طبعا قوة إضاءتها اللي هي 1200 شمعة فأنا شايفها شاشة ممتازة وبنسبة للرام والزاكرة فالموبايل هيجي بثلاث نسخ النسخة الأولى 64 جيجا مع 6 جيجا ريم والنسخة الثانية 128 جيجا مع 6 جيجا ريم والنسخة الثالثة 128 جيجا مع 8 جيجا ريم وبيدعم تركيب بطاقة خزين خارجية أما بقى عن نظام التشغيل والأداء فالموبايل هنا هيجي نظام تشغيل أندرويد 11 مع وجهة MIUI 12 مع معالج سناب دراجون 732 جي بدق التصنيع 8 نانوميتر مع 8 أنوية 6 منهم بيجي بتردد 1.8 جيجا هرتز وأقوى 2 فيهم بيجي بتردد 2.3 جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو 618 والمعالج دوت هو هو نفس المعالج بالزبط الموجود في شاومي بوكو اكسسري ويعتبر هو هو نفس المعالج الموجود في شاومي ريتمي نوت نايم برو والفرق من ناحة الأداء هيكون حاجة بسيطة بس طبعا الموبايل دوت أحسن بكذا حاجة من شاومي بوكو اكسسري ونوت نايم برو مثلا من ناحة الشاشة فالشاشة هنا تيجي من نوع أموليد وبقوة إضاءة أعلى تقريبا يعني 3 أضعاف بوكو اكسسري فدي حاجة طبعا ممتزة جدا في الموبايل دوت وبرضو من ناحة الكاميرات فهو هيديك أداء برضو أفضل بكتير من نوت نايم برو وبوكو اكسسري عشان الموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفية الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل فتحة عدسة وعد فصلة 9 وبتدعم تقنية الدول بيكسل والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2 فصلة 2 وهي كاميرا ألتراويت بتصور بزاوية 118 درجة والكاميرا التالتة بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2 فصلة 4 وهي كاميرا مقرو والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 فهي كاميرا سنسور للعمق وعزة الخلفية وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمه تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 تار في السنية وبدقة 4HD بسرعة 60 تار في السنية اما بقى من نسبة للكاميرا الامامية فالموبايل هنا هيجي بكاميرا امامية واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.5 وبتدعم تقنية البانوراما وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 تار في السنية وبدقة HD بسرعة 120 تار في السنية وبنسبة ليعني اداء وجودة الكاميرا الديت فغالبا هيكون افضل موبايل من حيث الاداء قصاد سعره لكذا سبب يعني اولا دقة الميجا بيكسل بتاعة العدسة الرئيسية عالية جدا تاني سبب ان فتحة العدسة متوسطة لا هي ديئة ولا هي واسعة فيعني نقدر نقول عليها معقولة غير كده برضو ان السنسور الموجود في الكاميرا الرئيسية من نوع وده يعتبر سنسور ممتاز جدا وغالبا هيكون هو هو نفس السنسور الموجود في ريلمي ايت برو فمن ناحية اداء الكاميرات فهم تقلقش هتديك اداء ممتاز وبنسبة لتقنيات التانية فالموبايل هنا هيدعم تقنية الرفاق داريكت والبليتوس مزارة فيبونتوان وكمان بيدعم الجي بي اس وتقنية ان اف سي زائد طبعا بيدعم خاصية التحكم عن البعض في الجهازة الكهربائية والراديو لسه مش اكيد اه ولا لا اما بقى بالنسبة للبطارية فالبطارية هنا تيجي بساعة خمس تلاف وعشرين ميلي امبير من نوع لسه مغير قبل الازالة وبتدعم الشحن السريع بكوة تلاتة وتلاتين واط مع شاحن من نوع طيب سي والشركة بتقول ان هو يقدر شحن من سفر لتسعة وخمسين في المية في تلاتين دقيقة بس وبنسبة ليعني حجم البطارية ديت فانا شايفه زي بوكو اكس سري زي شاوم ريدمي نوت نايم برو مفيش فرق نهائيا حتى سرعة الشحن اللي هنا زيهم بالزفد تلاتة وتلاتين واط فبطارية يعني مفاش تطور هي اساسا مش محتاجة تطور البطارية ممتزة وبنسبة للالوان فالموبايل هيجيب ثلاثة الوان الرمادي والازرق والدهمي واخيرا سعر الموبايل سعر النسخة الاولى اللي هي اربعة وستين جيجا مع ستة جيجا ريم هيكون في حدود ميتين وتمانين دولار يعني حوالي اربعة تلاف وربعمائة جنيه مصري وسعر النسخة التانية اللي هي مية تمانية وعشرين جيجا مع ستة جيجا ريم هتكون في حدود تلتمة دولار انا حوالي اربعة تلاف سبعمائة وخمسين جنيه مصري وسعر النسخة التالتة اللي هي مية تمانية وعشرين جيجا مع تمانية جيجا ريم هتكون في حدود تلتمية وتلاتين دولار انا حوالي خمس تلاف وماتين جنيه مصري وهتلاقوا السعر ببقيت يوميات العربية في أصف الفيديو عشان يعني الفيديو طويل لوحده كده أنا قلت كل حاجة عن موبايل وتيجي بقى راجعه بسرعة من حيث خامات التصنيع هنا الموبايل بيقدم خامات تصنيع قويسة جدا قصاد سعره للظهر من الإزاز مع فريم الألمونيوم زائد أن البصمة هنا بتيجي في زر الطاقة وبنسبة للشاشة فأنا شايفها شاشة ممتازة جدا علشان بتيجي من نوع أموليد بمعدل تحديث عالي اللي هو 120 هرتز وأقرب موبايل لي بيقدم نفس الشاشة ديت هو سامسونج جالاكس اس 20 FE اللي بيجي بسعر 9000 جنيه يعني اضاع في السعر بالزبط فمش محتاجين منافسة خير طبعا لقوة إضاءة الشاشة ممتازة وبتدعم تشبع الألوان الـ HDR10 وبنسبة لدى الكاميرات فمتلاقش منها نهائيا هيديك أداء كاميرات ممتازة جدا قصاد السعر وممكن يكون الأفضل وغالبا أكبر منافسة يكون لي هو Realme 8 Pro وطبعا بالنسبة للبطارية فعي هي نفس البطارية الموجودة في شاوم ريدمي لوت نين برو وشاوم بوك اكس سري مفيش أي فرق نفس الحجم ومنفس سرعة الشحن كده أنا خلصت كل حاجة على الموبايل وقلت رأي فيه وعايز كمان أشوف رأيك عنه في التعليقات بس تنساش اللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال سوبيلي في التعليقات وأنا بإذن الله هربضي عليك والسلام عليكم شكرا